الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أعلمك كلمات كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وكان رديفه على الرحلي قال يا غلام إني أعلمك كلمات فكانت أحسن الكلمات وأعظمها وأكثرها فائدة ونفعة فهذا يدل على أن على العلماء والمربين والمصلحين أن يعلم الشباب كلمات ترشدهم في طريقهم وتنور لهم طريقهم هذا ولقاؤنا اليوم بإذن الله مع شباب صالح شباب ضحوا من أجل دينهم قصة ذكرها الله في كتابه وكما هو معلوم أحسن القصص قصص ربنا وأصدقه وأحسن الحديث حديث ربنا قال الله تبارك وتعالى عن قصص القرآن عموما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون القصة التي معنا لشباب وهم القدوة لشبابنا شباب نبذوا الشرك وكرهوه ووحدوا الله حق توحيده وعبدوه حق عبادته فروا بدينهم فروا بدينهم عن أهل الشرك والمشركين حتى يسلم لهم أمرهم إنهم شباب وفتية أهل الكهف قال الله تبارك وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي هناك عجائب أكثر من قصة أصحاب الكهف إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آزانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا ثم قال تعالى بعد هذا الإجمال في القصة فصل الله القصة تفصيلا قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فيه أن من آمن بالله زاده الله هدى من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه الله زراعا من تقرب إلى الله زراعا تقرب إليه الله باعة تقرب إلى ربك أيها الشاب تقرب إلى ربك سنجد الله غفورا رحيما يهرول إلى صاحبه من أتاني يمشي أتيته هرولا كذا قال الله في الحديث الكدسي فالله يفرح بتوبة التائب وبطاعة الطائع وهو الغني عن عبادة للعباد وعن ذكر الزاكرين غني عن العالمين سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية ومع ذلك يفرح بتوبتهم ويفرح بإيمانهم ويرضاه قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم صبرناهم على الإيمان مع أنهم كما قيل أنهم كانوا من أصحاب الإمارة أبناء ملوك وأبناء مراء وكانوا من علية القوم هؤلاء الشباب لكن عند توحيد الله وعند المساس بالعقيدة يبيعون كل شيء من أجل الحفاظ على الدين فالحفاظ على الدين والعقيدة الصحيحة أولى من كل الدنيا قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد نزلت في الصحابي الذي باع أرضه أو ترك أرضه ودياره في مكة وذهب مهاجرا إلى الله ورسوله وقد ترك كل ذلك ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد هؤلاء الفتة أيضا وكما قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله كذا قال الله تبارك وتعالى فالهجرة في سبيل الله والخروج من بلد ظالم أهلها ولا تستطيع أن تعبد الله في قرية أو بلدة فالله وسع لك الأراضي إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فلا حجة لأحد لا يستطيع إقامة دينه في بلد أو في قرية لا حجة له إلا أن يهاجر منها إلى أرض يستطيع أن يعبد الله فيها إلا كان مستبعف أو لا يستطيع حيله فهذا عفى الله عنه المهم أصحاب الكهف الفتية ربط الله على قلوبهم وصبرهم على الطاعة قال تعالى إذ أول فتية إلى الكهف لما قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله آلهة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذب كذا يقول الشباب يقول كيف نعبد أصناما وأحجارا كيف هذا فالشباب اجتمعوا وكانت عدتهم فيما يرى من عباس وغيره سبعة وسامنهم كلبهم قالوا هيا نذهب من هذه القرية ونذهب لأرض أخرى نعبد الله فيها فآووا إلى غار فدخلوا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدة سبحان الله من الذي أجبر أو من الذي أجبر هؤلاء الفتية يترك العيش الرغيد والمنزل الطيبة في أقوامهم ليذهبوا فارين بدينهم إنه الحفاظ على الدين قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رخود أي وضع الله عليهم المهابة وتحسبهم أيقاظا وهم رخود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أي حتى لا تأكلهم الأرض كانوا يتقلبون كانوا يتقلبون حتى لا تأكل الأرض أجسادهم ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط زراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبة قال أهل العلم وضع الله عليهم المهابة ولقد أعلى الله ذكر الكلب بمصاحبته الصالحين والأخيار الكلب ذكر في القصة حوالي أربع مرات وكلبهم باسط زراعيه بالوسيد وقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ذكر الكلب أكثر من مرة فيه دلالة على أن مصاحبة الأخيار ترفع ذكر المصاحب لهم حتى لو كان دونهم في العبادة حتى لو كان دونهم في المنزلة حتى لو كان من غير جنسهم كالكلب رفع الله ذكره ووضعه في آيات تتلى إلى يوم القيامة بمصاحبته الأخيار فاروا بدينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه وليتوطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا استيقظوا بعد ثلاثمائة سنة وازدادوا تسعة تلتمت سنة جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وأمة بعد أمة لماذا كان طاردهم الملك الظالم آنذاك إن لم ترجعوا عن دينكم لأفعلن بكم ولأفعلن وذلك ما صدهم عن دينهم فروا بدينهم فذهب بالعملة لكي يشتري طعاما فالناس البائعون استغربوا قال أنت وقعت على كنز من الكنز قال كنز ماذا أنا ترقت القرية ليلة أمس قال ليلة أمس هل بك جنون هذه العملة من أيام الملك فلان ابن فلان قال كيف من ثلاثمائة سنة كيف هذا الكلام تركت القرية من ليلة واحدة فذهبوا للملك وكان صالحا آنذاك على ما يقولون ويذكرون ذهبوا إليه وعرف الناس خبرهم فأماتهم الله سبحانه وتعالى والقصة معروفة قصة نستفيد منها الفرار من الدين والثبات عليه يا شباب فتية أصحاب الكهف قدوة لنا وقدوة لكم السبات على الدين والفرار من الفتن لا تستشرف الفتن لا تقول أنا لن أفتن قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تشرف لها تستشرفه من تشرف الفتن تستشرفه أي سيقع فيها وقال لا يتمنى أن أحدكم لقاء العدو لي رسول الله لأنك لا تعلم هل ستثبت أو ستفر فلا تتمنى لقاء العدو ولا تتمنى أن تقع في الفتن اسأل ربك أن ينجيك من الفتن ما ظهر منها وما بطن أخي الشاب الكريم إذا أردت الحفاظ والسلامة في عمرك وفي هذه المرحلة الخطرة مرحلة الشباب اسأل ربك التوفيق استعز بالله أن تفتن أو أن تضل أو تضل صاحب الصالحين صاحب الصالحين اقرأ سير الصالحين خذهم قدوة لك الأنبياء الكرام والصحب العظام نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونسأله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي شباب المسلمين وأن يغفر لنا زنوبنا كلها إنه الغفور الرحيم نسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ به من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته